بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين المنصور المؤيد المصطفى الأمجد أب القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا أن نكمل معكم مع شبكة الكفيف التقني العراقي سلسلة محاضرات تعليم الحاسوب للمبتدئين ونحن اليوم في المحاضرة الثانية إخوانا إن شاء الله المحاضرة ما رح تكون طويلة عليكم رح نحاول نختصر رح نتناول عدة محاور إن شاء الله مختصرة المحور الأول تشغيل الحاسبة والسبل للحصول على الناطق وطريقة تثبيته نظريا المحور الثاني التعرف على الأزرار المحور الثالث تشغيل المساعدة التفاعلية لحفظ الأزرار نحن رح نستعرض الأزرار نظري لكنه تحتاج أن تشغل المساعدة التفاعلية حتى تحفظ الأزرار المحور الرابع رح يكون كيفية الوصول إلى سطح المكتب وتصفح عناصره المحور الخامس الدخول على الكمبيوتر المحور السادس أهم الخيارات المتاحة بشريط القوائم وقائمة السياق المحور السابع كيفية الوصول إلى شريط المهام للوصول إلى بعض العناصر مثل الشحن والساعة وما شابه المحور الثامن رح يكون التنقل بين النوافذ المفتوحة المحور التاسع رح يكون يقاف تشغيل الكمبيوتر لكن أحب أعقب على محاضرة أخونا الغالي أستاذ عبدالله جبر التميم جزاها الله خير الجزاء هو تكلمنا عن الحاسبات ونوعياتها والمعالجات فأنتو سرقتكم صورة عن الموضوع فأنا أحب أن أعطيكم نصيحة اللي أحب أن أخذ بها أنا من خلال استخدامي للحاسوب ومن خلال استشارات الأخوان أتوصلت إلى أنه الحاسب المناسبة أنه يعني المعالج المناسب أنه يكون أما كور آي ثري أو كور آي فايف لأنه يكون معالجات الحاسبات الرخيصة يعني خاصة البالات التي تأتي الأمريكية كور تديو أكو حاسبات كور تديو هاي المعالج مات هي يكون ضعيف يكون حاسبة ثقيلة رح توجون مشاكل بها فاللي ينصحكم اللي عندهم كان يأخذ كور آي فايف لكن اللي ما عندهم كان يأخذ كور آي ثري لكن أقل من عندها لا تأخذ أقل من كور آي ثري لا تأخذ هذا الشي الشي الثاني الشركتين ما أنصح بهن إنها الأيصر والأيصر الأيصر استخدموها أخوان وشي كو من مشكلة الصوت مالتها ناصي وكيبوردها جدا ناعم كيبوردها جدا ناعم ما بي يعني نتوءات بارزة أو شيء مفاتيح تقدر تعرف الكيبورد معدها وشركة HB HB أنا عندي بس ما أنصح بها ليش لأنه شركة ما صوت هاي الحاسبات للبيئة يعني بيئة حارة مثل العراق ذلك تشوفون دائما المروحة ما تتشتغل صوت مزعج حماوة مزعجة بها دائما فتقريبا هسا الماشي اللي نوفو والضل لكن اللي نوفو أنصح بها أفضل لابتوب حلو وصوتها حلو حسا أن هاي اللابتوب بدأ أشرح عليها لينوفو Core i3 رام 4 جيجا تقريبا سعرها حاليا 350 يعني سعر مناسب وجيد شيء أخير لما تجيب اللابتوب عادة هم يخلوه بالانجليزي لكن أنت أنصح أنصح أنه تخلي بالعربي ضروري كون لابتوبك بالعربي وشروحاتنا راح تكون بالعربي أيضا هسا أنت تقلين نوني تعلم إنجليزي وما أدر شنو وبعدين أنت تعلم هسا المصطلح حفظة بالعربي وبعدين أنت حر أنت غير حاسطك بالإنجليزي لكن كبداية هاي أخذناها من أساتذة نصحونا بيها واشتغلنا بهاي النصيحة الحمد لله والشكر واستفادية أول ما بديت الحاسطة بالعربي وبعدين حولت إنجليزي عادي لكن ما أنت بدي بداية إنجليزي لا ما نصح آسف على هذا الإسهاب نرجع لموضوعنا موضوعنا هي أنه إحنا اليوم مشترينا اللابتوب شور راح نحصل على الناطق عدنا حل من حليا إما نكتب بالجوجل مدونة الكيف التقن العراقي وراح نلقي تحميل Silent TTS اللي هي Silent TTS يعني الناطق اللي تنصيبه صامت وهذا راح يكون بالمدونة وراح يكون أيضا رابط أسفل وصف هذا المحاضر راح ترفع إن شاء الله على اليوتيوب الحل الثاني إحنا مشتركين بكيف كيف التقن العراقي في ور ويندوز نطلع عبر رسالة نطلب الرابط لتحميل الناطق والأخوان ما راح يقصرون إن شاء الله بعد ما نجيب الناطق بس تقل للمصر خلي الناطق يحمل يكمل تحميله يضغط عليه يضغط عليه بالماوس يبقى ينصب هو المبصر بس ينطيه نعم راح يطلع لأنه يعني يعترض اللابتوب يقول إنه هذا قد يسبب مشاكل أمنية وهي شي شي يعني نسميه حساب المستخدم مشاهد راح نشرح بالمستقبل شون نعطل هاي الميزة لكن هسا أنت نصب الناطق يعني قل لي أي رسالة تطلع نطيها نعم قل للمبصر أي رسالة تطلع لك نطيها نعم ينطي نعم اشتغل عندك الناطق الآن أنت تريد تتعرف على الأزرار الحاسبة أول زر هو الباور زر التشغيل هذا زر التشغيل يختلف من حاسبة إلى حاسبة عادة يكون المنطقة اللي تكون بين الشاشة والكيبورد هذه المنطقة البلاستيكية الفارغة اللي ما بها يعني أزرار هو مرة يكون دائري مرة يكون مستطيل أحيانا يكون على الجهة اللي يصرح يكون على الجهة اللي من لكن هو غالبا بهاي المنطقة وأكو بعض اللابتوبات يكون بالجانب بالجوانب من اليمني واليسر على من جهة الشاشة هذا الباور انتهنا من الباور نجي على الأزرار أنا راح أشراح الأزرار بطريقة من الأعلى للأسفل ومن اليسار إلى اليمين يعني راح أبدي لك سطر سطر من اليسار إلى اليمين أمشي ومن الأعلى للأسفل فراح أبدي بالسطر الأول اللي هو بالأعلى اللي هو السكيب F1 إلى F12 هذاني أفات السكيب هو مفتاح الهروب اللي راح نحتاجه في بعض الأماكن اللي احنا نحتاجه نخفي بعض المحاورات مثلا نطلع لنا محاورة نخفيها نرجع للأصل أو ضغطنا Alt طلع لنا شريط القوائم نضغط السكيب راح يخفينا هاي المحاورة أو النافذة الأفات كل وحدة إلها وظيفة راح نستعرضها في محاضرة مستقلة لمحاضرة الكتابة هسه ما راح نستعرضها عدنا راح ننزل على السطر الثاني السطر الثاني يبدأ بحرف الذال حرف الذال والأرقام اللي يهمنا طبعا أنا راح أكو أعض المفاتيح مثلا القوس وعلامة اليساوي يعني هسه ما بدأي ما نحتاجها ف الذال والأرقام من واحد إلى صفر ذال وأرقام من واحد إلى صفر السطر الثالث مفتاح التاب وأحرف الضاد الصاد الثاء القاف الفاء الغين العين الهاء الخاء الحاء الجيم الدال هذا السطر الثالث نجي للسطر الرابع سطر الرابع أولا هذا مفتاح الكابس لوك مفتاح الكابس لوك راح يكون جدا مفيد اللي هو مفتاح المساعد للنفيدي اي يعني راح أقل لك مثلا ندوس لي كابس لوك كونترول سين دوس لي كابس لوك كونترول ساهم أيمن وهاي راح نستعرض شون تدوس الضغط يعني شون مثلا الث زاعد أفور هذا الضغط المزدوج شلون راح تكون طريقته نجي للسطر الرابع قلنا كابس لوك شين سين ياء باء لام ألف تاء نون ميم كاف وتجي ناعدنا هذه القاطعة الخلفية ما نحتاجها السمي بدينا السطر قبل الأخير اللي هو الشفت والهمزة على الياء همزة على السطر همزة على الواو هذا سطر للهمزات راء لام ألف ألف مقصورة واو تا مربوطة زايد الضغط 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 أخذناها بالسطر الأول نجي للسطر الأخير السطر الأخير اللي هو الكونترول طبعا هذا راح يتكرر عندنا مفتاح الكونترول كنترول FN هاي الـ FN يعني شون وظائف متعددة مرة أقل لك دوس لي FN وسهم أيمن سهم أيسر بلينوفو يعلو الصوت مرة حاسبة ثانية يزود الإضاءة ونقص الإضاءة FN و F5 مثلا يطف الواي فاي وشغل الواي فاي فحسب كل لابتوب وإلى ميزاتها لكن هذا الـ FN وين مكانه سطر الأخير الدقمة الثانية وراها قائمة ابدأ Start Menu هاي مهمة جدا بيها كل محتويات الحاسبة وراح مننا نطفي الحاسبة ومننا نروح على كافة البرامج وعلو حتى حكم وراها Alt وراها المسافة Space اللي نخليها يعني الفراغ بين ما نكتب نخليها بين كلمة و كلمة وراها Alt ثانية نتكرر وراها هنانا راح يكون خلاف هنانا مرة اكو حاسبات يكون بيها الدقمة واحدة بس الـ Control وراها يكون نانا اكو قسم يكون عندهم Applications بعدها يعني قلنا Alt Control وبعض الحاسبات اما يكون Applications او ما يكون Applications بعد هن راح تكون الأسهم وهي يعني ثلاثة اربعة التصفح بالكمبيوتر هو يعتمد على الأسهم فبعدها راح يكون السهم الايسر بعد السهم الأسفل بعد السهم الايمن هذه الأسهم راح تكون بها نتوءات راح تكون بارزة وواضحة من بينها يعني وبالمساعدة التفاعلية راح تسميها راح نشوف بالمساعدة التفاعلية راح تسميها Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Arrow أعلى الأسهم راح يكون الانتر الانتر إلى أشكال مختلفة الانتر باللينوفو يكون شكلة أفقي حال حال الأزرار العادية بعض الحاسبات راح يكون شكلة مختلف شكل مثلث فهنان عادة ها يكون شكلة يعني بارز بالحاسبات اللي ما بيها اللوحة الرقمية اللي بيها اللوحة الرقمية تقريبا يكون مثل يعني شبيه للشفت شوي مستطيل شوي أكبر من البقية شوي يمبين هم شبير يسار الانتر يسارة يعني فوق السهم الأيسر يعني فوق السهم الأعلى عدنا الانتر يسارة عدنا الشفت يسار الانتر من أسفل يعني اسفل الانتر عدنا الشفت الثاني هذا الشفت الثاني هم يفيدنا راحنا نشرح اختصارات شون نغير اللغة شلون نحتاج الشفت ببعض الموارد بالكتابة ايضا نحتاج الشفت زين بعد عدنا مفتاح مهم ايضا احنا راحستعرض اهم مفاتيح هنا عدنا مفتاح الباق السبيس المفتاح الباق السبيس وين يكون يكون اعلى حرف الدال يمين حرف الدال يعني عدنا المفاتيح قلنا استعرضنا السطر الثاني اللي بدايت هذال والارقام والصفر بعدين مفتاح اليوسا وبعدين مفتاح الزائد والناقص بعدين مفتاح الباق سبيس هذا مفتاح الرجوع هذا مفتاح الرجوع يعني احنا منطبينا مثلا عن الكمبيوتر رجوع مرحلة واحدة شلون بالايفون منسوي رجوع رجوع نرجع مثلا طبينا على القرص الدي رجوع نرجع للأقراص رح نستعرض ان شاء الله الباق سبيس وين موقع اقلنا يصير يسار حرف الدال من الأعلى وقلنا اذا نحسب بالأسطر يعني الانتر انعوف السطر الوراء اللي هو حرف الاحرف الوراء نعوفها الدال وراء فوقها يعني فوق السطر هذا اللي بيه الدال فوقها رح يكون الباق سبيس عدنا بعد مفاتيح الهوم والإند والبيج أب والبيج داون هذي انا عندي باللينوفو صاير اعلى يمين الشاشة صاير عندي بيج داون رح يبدي من الأخير رح يصير بالعكس رح استعرض اعلى اليمين بس من اليمين لليسار من اليمين لليسار اندي بيج داون بيج أب اند هوم ديليت انسيرت الانسيرت او ان في دي اي هذي رح نحتاجه هواية هاي رح نستعرضها ان شاء الله بمحاضرات الناطق احيانا احنا قلنا الكابس لوك رقم واحد يشغل ومساعد التفاعلي الكابس لوك هو مفتاح المصاحب للان في دي اي لكن بعض الاحيان رح يتخربط من الناطق فراح يرجع افتراضيا على الانسيرت فلازم نحفظ مكان الانسيرت بس هاي مكانها مختلف انتو تجون تدورون عليها بعد فقلنا هسا احنا عدنا باللينوفو من اليمين بيج أب بيج داون اند هوم دليت دليت انفيدي اي بعد ما استعرضنا اهم المفاتيح اللي نحتاجها رح نستعرض شون تشغل المساعدة التفاعلية رح يبدي اول استخدام عنا للناطق احنا نان عدنا فكرة مبدئيا عن الازرار فشون رح نشغل ما يسمى من مساعدة التفاعلية او ممارسة VoiceOver مثل ما وجد بالايفون هذا حتى اي زر الضغطة ما رح يسوي اي شي بس ينطيك اسمه ضغط الزر ينطيك اسمه فنضغط الكابس لوك احنا قلنا وين الكابس لوك قلنا بداية السطر الثالث بداية السطر الثالث من الاسفل يعني انا تحسب من الاسفل ثالث رقم واحد هو ثاني دقما بالسطر الثاني من الاعلى يعني احنا قلنا السطر التاني باذال وراها رقم واحد فإي ضغط الكابس لوك اللي هي قلنا news ثالث دقما من السطر يعني onu من الاسفل الاولى الثانية الثالثة ايدك عليها وتضغط رقم واحد اللي هو ثاني دقموة بالسطر الثاني من الأسفل من الأعلى عفوا المساعدة التفاعلية تشغيل المساعدة التفاعلية تشغيل احنا قلنا شون هذا يكون الضغط ايدك على الكابس لوك ضغط عليها تبقى ضغط عليها وتضغط رقم واحد وهذا ينطبق على كل الضغط المزدوجين متعلف من اثنين ازرار او تلاف لما اقل لك اضغط لي Alt زاد F4 إيدك على Alt تضغط عليها Dice عليها وتضغط على F4 جيد دعنا نرى ماذا يقول لنا رح أدوس عشوائيا أنا ما أدري أدوس عشوائيا J L طبعا أحرف انكليزية NVDA L L المشكلة أنه هو ما يقرأ الأحرف العربية بالمساعدة التفاعلية Left control Left arrow Left arrow Up arrow Down arrow Down arrow Left arrow Left arrow هذاني الأسهم الأسهم اللي قلنا أهم شي احنا عدنا الأسهم هذا مثلا Tab Tab زين هسا شو نوقف هاي المساعدة كملت أنا عرفت الأزرار عرفت الأسهم عرفت الأحرف هلو نوقف الأزرار لمساعدة التفاعلية أرجعنا فعل الأزرار راح أضغط كابس لوك زائد رقم واحد مرة ثانية ايدي على الكابس لوك NVDA NVDA زائد واحد المساعدة التفاعلية تعطيل هسا عطلنا المساعدة التفاعلية راح ننتقل للمحور الآخر بالمحاضرة اللي هو كيفية الوصول إلى سطح المكتب بعد ما تعرفنا على اللابتوب على أزراره وعرفنا شونا نشغل المساعدة التفاعلية لما تعصينا شيء نقدر نفعل المساعدة التفاعلية مرة ثانية طبعا تبقى فقراء قبل أن ننتقل للمحور الثاني نسيت أذكرها أنه احنا عدنا مفاتيح أخرى بس أنا استعرضت هاي المفاتيح المتفق عليها لكن أكون فاتيح مو ثابتة مثلا كل مكانات مختلفة اللي هي البيج أب والبيج داون هذي تمشيك صفحة صفحة والهوم والإند مفتاح البداية ومفتاح النهاية هذي تودك الأعلى والأسفل يعني أنت مثلا بالصفحة راح أقل لك ضغط لك كونترول هوم راح تدوس لي على الكنترول وإيدك على الهوم وعدنا مفتاح الديليت اللي هو مفتاح الحذف اللي هو يغنينا عن الضغط على الخيارات بس هاي المفاتيح مو مكاناتها مو ثابتة فتش الساو راح تشغل المساعدة تفاعلية وتبقى تدور تشوف كونه الديليت هذي تشغل المساعدة وتبقى تدور هاي المفاتيح لما يجي بالشرح النهو تلقت كونترول هوم انت راح تجي تدور على كونترول والهوم أنا عندي بيلي نوفو صير أقصى اليمين أقصى اليمين عندي بيج أب بيج داون وراها الهوم والإند وراها ندليت هاي الخمس أزرار صار عندي فوق أنا عندي اللابتوب بلوحة رقمية زين ننتقل للمحور الآخر اللي هو سطح المكتب شون نوصل لسطح المكتب سطح المكتب هو بأبرز الأيقونات اللي إحنا راح نحتاجها ونصفحها نضغط على قائمة ابدأ زائد حرف الياء وحنا حرف الياء وين قلنا لما نستعرضنا قلنا حرف الياء صاير ثالث سطر من الأسفل ثالث سطر من الأسفل تبدي كابس لوك شين سين ياء عدنا نقطة دالة أخرى حرف الباء وحرف التاء هاي نقاط ارتكاز هاي هاي راح تعتمدون عليها بتحديد مكانات الأحرف راح تعرف أنه الباء على يسارة هو الياء على يمينه اللام أعلى القاف على يسارة الثاء وهكذا التاء على يسارة الألف على يمينه النون وهكذا يعني أنت تاخذ ارتكاز وتمشي على هذا الارتكاز فأنا نستطع عندك حرف الياء هسا نضغط قائمة تبدأ وحرف الياء إذاك على قائمة تبدأ وتضغط حرف الياء هسا إحنا صرنا بسطح المكتب طريقة التنقل بسطح المكتب بعد ما وصلنا بسطح المكتب طريقة التنقل بي راح تكون الأفضل أن تكون بالحرف مو بالأسهم يعني أنت ممكن أن تتحرك بالأسهم لكن الأسهم لسطح المكتب ترتيبة صار على شكل شبكة فبعض الأنصر قد تختفي عنك يعني تجي تقلب أنت تدور ما تلقى العنصر اللي تريده فالأفضل أنه تكتب حرف العنصر اللي تريده يعني أنت عندك الكمبيوتر عندك المكتب الشامل عندك سلة المحذوفات أنت تريد توصل إلى سلة المحذوفات مثلا ظل الدور ما تلقاها بالأسهم أو تلقاها بصب صعوبة لكن أنت للسهولة أكتب سين سين حب سين سلة المحذوفات ها أنت بصرة المحذوفات الآن ما أقف عليها ممكن تحذف تفتحها وتشوف شونه بداخلها من المحذوفات اللي أنت حاذفين سابقا وهكذا راح يكون التنقل بالأحرف ننتقل للمحور الآخر اللي هو الكمبيوتر الكمبيوتر أول شي هو يختلف اسمه من نظام إلى نظام بالWindows XP النظام القديم مكتوب جهاز الكمبيوتر أو My Computer Windows 7 الكمبيوتر وبالإنجليزي كمبيوتر Windows 8 Windows 10 This PC أو هذا الكمبيوتر الكمبيوتر افتراضيا ما راح يكون ظهر أصطح المكتب بالWindows 7 وWindows 8 وطريق طريق أظهار تختلف هسا راح نستعرض عوشي شون ونظهر أصطح المكتب بالWindows 8 احنا على سطح المكتب نضغط Ctrl Z المسافة مسافة غير محدد حتى نظهر الخيارات العامة لسطح المكتب احنا اذا واكفين على عنصر بسطح المكتب بنضغط الابلكيشنز أو الخيارات احنا نسميها السياق قائمة راح تنطينا خيارات الخاصة بهذا الملف اللي احنا واكفين مثل الخصاص والفتح راح نستعرضها إن شاء الله لكن اذا ضغطنا Ctrl Z زاد المسافة يعني وقلنا غير محدد مسافة غير محدد معناتها احنا راح نستمر نضغط الابلكيشنز نطلع الخيارات العامة بسطح المكتب الخيارات المتاحة بسطح المكتب نضغط الابلكيشنز سياق قائمة نصعد بسها مرة واحدة لفوق تخصيص ادفاء تغيير ايقونا سطح المكتب نضغط نضغط صار العرض على شكل شبكة مقائمة يعني نتحرك بها أس هم أس أعلى وأيسر وأيمن أول خيار هو الكمبيوتر هذا تحددون التوف تراضيين هما ما حد تحددون ملفات المستخدم وربعي تحديد محدد ملفات المستخدم أيضا هاي تحدد يعني هذا اسم الحاسبة اسم المستخدم عدنا لوحة التحكم تصوها محدد حس احنا اظهرنا الكمبيوتر على صدح المكتب نروح نسو موافق هس هنالا شون نغلق هاي النافذة نغلقها بالألت زاد أفور بعض الحواسيب تحتاج ضغط بالإضافة للألت زاد أفور للإغلاق عدنا طريقة ثانية للإغلاق اللي ما يفضل هاي طريقة الإغلاق بالألت زاد أفور إذا خاصا تحتاج ضغط الأف ان شو راح تكون بيها نوع من الصعوبة ف نضغط ألت زاد سبيس استعادة المتاح ضغط قائمة السيستم النظام نصعد لفوق نلغط أغلاق ألت زاد مسافة ونصعد أغلاق سب المتاح هاي طريقة الظهارة في Windows 8 بالنسبة Windows 7 تروح سهم قائمة تبدأ نضغط قائمة تبدأ تحرير ونتحرك سهم أيمن يقاف إلا نلغي الكمبيوتر هذا الكمبيوتر أو هو طبعا بالمندل السبع اسمه الكمبيوتر قلنا نضغط الابلوكيشنز ونلغي إظهار على سطح المكتب هنا الخيار ما موجود طبعا بلونز الثماني ما موجود فهناك أسهل المسألة منجرد قائمة تبدأ سهم أيمن تصعد لفوق هذا الكمبيوتر تضغط الابلوكيشنز وتبطي ظهار على سطح المكتب زيان بعد ما أظهرنا على سطح المكتب نقدر نوصل بالحرف السريع مثل ما قلنا نضغط الحرف اله مثلنا بالمندل الثمانية أو بالمندل السبع نكتب الألف الان نوصل أو نقدر نوصل عن طريقة الاختصار اللي حبي يعني طريقة الاختصارات هاي أهم مفيدة يعني انت وين ما كان على قائمة تبدأ كافة البرامج بصفحة الانترنت تضغط قائمة تبدأ زائد حرف الثاء احنا قلنا حرف الثاء يصير أعلى حرف الب Δ يعني حرف ب oshop عندنا يسار من الأعلى هو حرف الثاء فقائمة تبدأ زائد الثاء هذا الكمبيوتر طريق دخلنا على الكمبيوتر طبعا احنا عدنا فكرة مسبقة عن الكمبيوتر صدق عبدالله نضعنا فكرة عن الكمبيوتر اول قبل ما دخلنا الكمبيوتر راح نلقي العرض على شكل شبكة مثل انت عندك فى ثلاثة اقراص او اربعة فمن تجي تجي بس قرصين تلقي فلا تم تسوي العرض قائمة فشو نسوي قائمة راح نستعرض الخيارات المتاحة بالكمبيوتر هنا مثل ما قلنا اذا ضغطنا خيارات على القرص راح اضطينا خيارات القرص الخصائص والفورمات لكن احنا مريد خيارات العامة خيارات العامة لكمبيوتر شنسا ونضغط نضغط افون كونترول زاد مسافة مسافة غير محدد كونترول زاد مسافة سنسا سياق قائمة عرض قائمة فرعية اها لقينا اول قائمة هي قائمة عروب ننزل قائمة محدد قائمة محدد انت عندكم راح تجلون ايقونات كبيرة او شي تلقي تضغط على قائمة بعدها يكون فرز فرز حسب قائمة فرعية فرز قائمة فرعية هذي ترتب الملفات حسب شنو حسب الاسم حسب العنوان حسب الالبوم تجميع حسب قائمة هذي متهمنا تحديث تخصيص هذا المجلد لصق الاختصف مشاركتي مع قائمة مزامنة المجلد قائمة جديد قائمة جديد هاي القائمة جدا مفيدة قائمة جديد هذي من خلال هنا تسوي مجلد من خلالها تسوي مجلد وتسوي اختصار مجلد اختصار مجلد واختصار ميكروسوفت اكسس قائدتي بيانة صورة نقطية جهتي الاتصال ميكروسوفت موارد نحن نقدر نسوي مستند وورد إذا عنا الورد متنصب مباشرة نفتح مستند هنا مع الورد ونكتب مستند دفتري يومية عارة تقديمي من ميكروسوفت مستند ميكروسوفت مستند نص مستند نص مستند نص أيضا مفكرة لكن احنا هذي المفكرة سنستعرضها بمحاضرة الكتابة انه شارنا نطلع المفكرة ونكتب بها مباشرة اللي اهمنا بقائمة جديدة هنا هو اختصار والمجلد اللي اهمنا بقائمة جديدة اختصار والمجلد اذا ضغط على مجلد مباشرة رح يفتح لحاق المال الكتابة واكتب اسمي مجلد انا هذي داخل مجلد بصوتيات فشون اطلع من عنده اطلع بالرجوع بالباك سبيس باك سبيس اللي هي الصر اعلى الدال يسميها المساعدة التفاعلية باك سبيس المساعدة باك سبيس اعلى الدال نرجع طريقة عرض العناصر قائمة نو طريقة القرص المحلي طريقة القرص المحلي المساعدة عندنا نشوف الخيارات المتاحة شنية الخيارات الخاصة بكل مجلد طبعا هي تختلف من انصر الى انصر مثلا هنشوف هنا سياق خصائص تاريخ خصائص خصائص هاي تنطينه حجم الملف نوعه هاي مفيدة جدا تنطي خصائص تعرف حجمه تصعد اعادة التسمية على التسمية ممكن نسمي الملف طبعا هي ضغطنا بس احنا ما ضغطين كنترول المسافة يعني واقفين على الملف حتى نشوف خياراته تريد اعادة التسمية هذا الملف حذف حذف انشاء اختصار انشاء اختصار هذي تولك اختصار الى للمجلد تاخذت حطى رصة تحت المكتب هاي طريقة مون صحيحة انا نشرح لكم طريقة ثانية انشاء اختصار نسخ نسخ تبقى ها القائمة من خلالها تسوي اختصار ايشي يعني انت مثلا تريد هذا العنصر تطيع على سطح المكتب تدخل على ارسال الى تنزل سطح المكتب سطح المكتب انشاء اختصار رح تسوي اختصار لهذا العنصر الارسال الى بها هواي أمور بعد بها اذا انت منزل سكايب سيطلع لك السكايب اذا منزل لدروب بوكس سيطلع لك لدروب بوكس اذا حاط of flash رح يطلع لك اسم الفلاش يعني مباشرة تقدر تنقل مننا مباشرة للفلاش بالارسال الى مستلم البريد ارسال الى ضغط الى نرار وارسال بالبريد ضغط وارسال بالبريد اضافة الى نرار هذه انشاء يعني ونرار تضغطها الملف الضغطة اضافة للاشيخ تثبيتي بالقائمة ابدأ هذا اهم اللي يفيدني بقائمة السياق ننتقل للمحور الاخر اللي هو كيفية الوصول الى شريط المهام شون هو شريط المهام؟ شريط المهام عبارة عن مجموعة اشياء صار على شكل شريط بيها الشبكة يعني نشوف انه الحاسب ممكنك او ما ممكنك او تريد تكنك على غير شبكة وبيها الساعة والشحن وبعض البرامج اللي مشتغلة تكون توقفها من شريط المهام مثل الانترنت دولنات مانيجر شلون نوصل هذا الاختصار على ايقوانات هذن اللي نفيرت المهام راح نفقط قائمة ابدأ وحرف اللام الف اللي هو صاير تحت اللام يعني بالسطر الثاني من الاسفل السطر الاول عفة السطر الثاني تحت اللام اللام الف راح نضغط على قائمة تبدأ ولام الف اعلام بشكل رتبتي عسكرية زر اظهر الايقونات المخافية اها هاي اظهر الايقونات المخافية طبعا هو يطللك مجموعة الايقونات الاكثر استخدامة واذا اضغلت مسافة على هذا الزر راح ايقونات اكثر بعد مسافة نضغط ونشوف هذا نصفحه بالاسهم نحن نشوف منطقة الثمان حل مجاكل الكمبيوتر شخصي واحد رسالة زر حل مجاكل الكمبيوتر شخصي واحد رسالة هذا مركز الصيانة 98 متوفر متصل بالكهربائي ولا يتم الشحن الآن هذا الشحن وهاي الشبكة اللي ممكنك عليها الوصول الى الانتر سبيكرز 74 زر هذا السبيكر الصوت هنا ممكن تدخل عليه بالانتر تدخل عليه تضغط الانتر محاورة شريط سحب 74 تنزل بالاسهم ثلاثة أربعة وخمسون تقليبي تسعة وسبعة ثمانون هنا رح تجي فائدة الاسكيب انه شون اطلع من هذا المحاورة رح اضغط اسكيب شريط المهام خلاص طلعت شون ارجع قلنا قاعة ما تبدأ واللام الف أعلام بشكل رتبتي عسكري يزر اظهار الايقون هذا شريط المهام مثلا عندك برنامج مش تغل ما يتوقف بساطع المكتب لا تتوقف من شريط المهام بعد نشوف شنو عندنا مشريط المهام عندنا ساعة ثانية ومساء واربعة وثلاثون دقيقة ثلاثة واحد وعشرون سفر ثلاثة ألف التاريخ عندنا المحور قبل الأخير التنقل بين النوافذ المفتوحة دائما تصير هاي المشكلة عند الاخوان لما مثلا دي نصب برنامج أو شغل مقطع صوتي يدوس مسافة المقطع ما يوقف شلون؟ لأنه النافذة اختفت عنه واخرت عنه بس هنا نافذة موجودة مثلا نوبات تفيدك وين بالصفحة الانترنت تضغط على رابط تحميل نافذة معلومات ملف التحميل ما تطلع قدامك لازم تروح لها بالألت و التاب ألت و تاب ألت و تاب هذا جدا مهم و بصراحة دائما لما يعني اتواصل معي الأخوان المتدينين على تعليم الحاسوب تقل لي اضغط ألت و تاب يضغط التاب وحدها مثلا أو فهذا جدا مهم أتمنى هذا الاختصار جدا تركزون عليه الألت و التاب للتنقل بين النوافذ المفتوحة راح أضغط الألت يدي على الألت بعد أنت و اللي تستخدمك مثلا تقلت بيد وحدة بيدك اليسرة تضغط بأصبع على الألت و أصبعك الثاني تدوس بالتاب أنا أحب استخدم الحاسوب بداية اثنين هاتين فعلا الكيورد شوية شبير فأضغط الألت بيد و أدوس بالتاب بيدي الثانية كل واحد هو طريقة استخدامه راح أضر نقر بالتاب هذا الكمبيوتر أيقونة بدون عنوان المفكرة هذا الكمبيوتر أيقونة عندي نافذتين مفتوحة اللي هي المفكرة و هذا الكمبيوتر نافذت سطح المكتب دائما مفتوحة هي فلما أردت فلما أريد الايقونة بس أشيل ايدي من الالت خلاص أنا هسا بداخل الكمبيوتر هسا راح تنقل حديت الالت وبعد ما أدوس بالتاب خلاص أنا هسا بداخل الكمبيوتر هسا أريد أغلق الكمبيوتر مثلا قلنا ألت و أفور ألت و أفور خلاص طلعت رأسرت على المفكرة هس أنا على المفكرة شون أؤخر من المفكرة عندي عدة طرق إما أروح سطح المكتب أو أتنقل ألت وتاب أشوف شو نعدي نافذ مفتوح بس أنا ما عندي الانسذيث الكمبيوتر فراح أروح سطح المكتب بالضغط على الإختصار قائمة تبدأ والتاب المربوطة أو قائمة تبدأ والياء سطح المكتب قائمة هذا الكمبيوتر الفقرة الأخيرة إيقاف تشغيل الكمبيوتر من الخطأ الضغط على زر الـ Power لإيقاف التشغيل يجب أن يكون إيقاف التشغيل صحيح الطريقة الآمنة طريقة إيقاف التشغيل أول شي إذا فاتح المفكرة إذا تكتب بها ما راح ينطف عندك الجهاز فلازم تغلق المفكرة لأن المفكرة يعني يعتبر عندك أنت مستند مفتوحة تشتغل عليه فميرت هذا العمل ماتتك يروح فيقلك أحفظ العمل راح يصبح عندك بعض المشاكل بالناطق ورح يبقى التعلق الحاسبة فتسد المفكرة أو الميكروسوفت وورد البقية هنا ينسدن عادي بس الميكروسوفت وورد والمفكرة لازم تغلقهم باللتو أفور يلا تكمل هاي إن شاء الله مفكرة إلها استعراض خاص إحنا اليوم ما استعراضنا الكتابة المفكرة إلها استعراض والكتابة إلها محاضرة إن شاء الله والنسخ واللسق إن شاء الله راح نستعرضها لمحاضرات أخرى إشلون راح نصوي يقع في التشغيل نضغط قائمة أبدأ قائمة تحرير لما ضغطنا قائمة أبدأ طلعت إن التحرير هذا تحرير هو بحث ممكن تكتب بي أنصر آآ بداخل الجهاز يطلع الكياه راح نروح سهم أيسر لأن لغة الحاسبة عندنا عربي إذا الحاسبة إنجليزي راح راح نروح سهم أيمن فإحنا هسنا راح نروح أيسر خالم إقاف التشغيل قائمة فرعية إحنا مباشرة نضغط عليها هذي هي بيها عدة خيارات إذا رح نبع السهم أيسر مرة ثانية راح نشوف خيارات عدة قائمة تبديل المستخدم إقاف التشغيل إغلاق كفحة البرامج المفتوء إعادة التشغيل هذي النوبات نقل لك سور ستارت للحاسبة اللي هي ها التشغيل حتى هي نفس الشي راح تنطفي وترجع تشتغل مو أنت تشغلها ممكن أن تتوقف تشغيلها لما تزفدنا وتشغلها أنت لكن هذا الأسرع إثبات حفظ جلسات العام سيكون حفظ جلس تأمين تأمين هذا أنه تخلي الحاسبة ما تصرف الشحن خليها مفتوحة تطيها التأمين وعوفها لما ترجع بس تدوس مسافة راح ترجع تشتغل يعني بس تضغط المسافة راح ترجع تستانف من ما كانت تبقى النواة مفتوحة وعملك اللي تشتغل عليه باقي موجود تسجيل الخروج تسجيل الخروج نواة تصع عندك بعض المشاكل فجلس يسوي بدل ما سوي رستارت تسجيل خروجه هو أسرع هو راح يوقفها البرنامج مفتوحة كلها يسدها ويسجيل خروجك من النظام ويرجع يدخل مرة ثانية نشبهها بالعيفون شوان لما نضغط خمس مرات على زر الباور يعني شوان ترست الشاشة ما ترست الجهاز كله فشغلنا هسا نضغط قا ما تبدأ وروح سهم أيصر إيقاف التشغيل نضغط عليها نضغط عليها إيقاف تشغيل وينبوز محاورة إغلاق كفة التطبيقات وإيقاف تشغيل للكم بيوت الأشخاصي شريط المهام نضطيها انتر طفت الحاسبة يعني بعد ما ضغطنا سهم أيصر ثلاثنا إيقاف التشغيل وضغطنا عليها انتر يريد تأكيد أنه هنتريت إيقاف التشغيل نضطي نعم إيقاف التشغيل راح تنضف الحاسبة طفت أتمنى ما أكون طولت عليكم بها المحاضرة وأرجو المعذرة على أي قصور صار بالمحاضرة وإن شاء الله جاهزين تلقي أسئلتكم ومثل ما قلنا رابط الناضق راح يكون أسفل وصف هذا الفيديو باليوتيوب إن شاء الله أو بالمدونة أيضا راح يرفع تقبلوا تحيات محدثكم أحمد الكربلاي ترجمة نانسي قنقر